صباح الخير من جديد أجزما ستة البيت من أنواع الأجزما اللي بتصاب طبعا لستات البيوت بسبب التعرض المستمر للكيمويات وأشياء أخرى التفاصيل رح نعرفها من الدكتورة دانا بدران صباح الخير استشارية أمراض جلدية أهلا وسهلا فيك يعني ستة البيت مسكينة لما يجينا نسمي شيء باسمها طلعتنا الأجزما فاستغربت أنه بالفعل ممكن يكون فيه مصنف طبيا أجزما خاصة لستة البيت لكن قبل ما نحكي عن التفاصيل دانا فيه أشخاص أو أول سؤال سألتك يا قبل شوي أنه هل الأجزما هي نفسها الحساسية ولا فيه اختلاف هناك اختلاف بين الحساسية وهذا النوع من الأجزما الأجزما هو فيه أنواع كتير هذا جزء صغير ونوع صغير اسمها أجزما تستة البيت لأنه هاي يمكن أصعب وظيفة هي وظيفة تستة البيت فهي واحدة من أنواع الأجزما اللي منسميها أوكيبيشن اللي لها علاقة بالوظيفة نعم فهي من أهم الوظائف يعني ما فيه بيت إلا فيه ست بيت صح بس بتختلف الأجزما التحسسية عن الأجزما التهيجية هذا النوع من الأجزما هو تهيج يعني اللي بدي أوصل لك يا أنه مش شرط الستة تكون عندها قابلية للتحسس عشان تسير عندها يعني أي شخص أنا ولا أنت إذا تعرضنا لفترة طويلة لمواد تنظيف مي صابون لكميات عالية منها أو لفترات طويلة منها رح ننصاب بأجزما نعم يعني ما عندي أنا بيكون القابلية يمكن بجسمي أنه يصيبني هذا التحسس ولكن من كثر التعرض لا هل مسبب أو التهيج صار عندي السبب أتوقع معناته ستات كتير يعني إحنا منشوف ستات بتكون دائما إيديهم حمار في تقشر وللأسف ستات لبيوت دائما يعني أحلى تحية لهم ومنصبحهم بالخير بس مضحيين لدرجة أنه ما بيهتموا أنه هذا ممكن يكون مرض وإلو مضاعفات مضبوط مية بالمية ستة البيت بالآخر بدها ترضي كل الناس ويكون مكيفة أنه يوم السبت جايين الأحفاد والأولاد يتغدوا عندها فكله بيكون على حسابها يعني هذا مرض نقدر نتفادع ونقدر نتفادع مشاكله ومضاعفات نعم إذا ننا نككي عن الأسباب بشكل واضح بحس ممكن أنه السبت تصير تتجنب أو تلبس كفوف يعني كنوع منقل وقايفة شو أهم الأسباب اللي بتخلي وجود هذه الحالة؟ أهمها أنه كتر الماء كتر الصابون كتر مواد التنظيف يعني الجلد فيها وطبقة مهمة كثير من الزيوت هذه تحمي الجلد من أنه الماء تخترق الجلد وتخرب الجلد فإذا نخرب هذه الزيوت بمواد التنظيف بصابون خلص بيصير فيه تشكوحات فيه حماية فيه حماية للجلد وبتزيد هذه المشكلة ويصير فيه حرق ووجع بالإيدين في منهم يصفوا إذا بدهم مثلا يقطعوا بندورة ما بيقدروا من الحرق والحم اللي بيصيب إليهم فمية بالمية أهم إشي أنهم يلبسوا كفوف نعم وهنا دانا الكفوف يعني أحيانا بيجونا ناس بيقولوا والله رحنا على الصيدلية وطلبنا كفوف طبية أي كفوف؟ باعتقاد أنه بالعكس هي ممكن بتضرهم أكتر الكفوف الطبية اللي نحن مستعملها بالعيادة هي مكونة من اللاتيكس فكمان مرات بتزيد المشكلة نحن الكفوف اللي نحكي عنها هي اللي بالسوبر ماركت اللي مبطن من جوه الكفوف الهفي ديوتي اللي بتستعمل تكرارا الأعمال الثقيرة مش اللي الكفوف الطبية أو تعتمد دكتور لسنا عادي يعني روحي على السوبر ماركت واحمي إيديك بس لفتتني نقطة أنه ما بيصير الماء تدخل للجلد يعني احنا عادة نفكر الماء مرطب بالضبط احنا مرطب حالنا يعني فيه زيوت بتحمينا من الماء إذا دخلت الماء شو بيصير بي الجلد إذا دخلت الماء على الجلد بتخربش كل الستركتشر تاع الجلد بتخرب يعني الصح عشانك من نرطب إدينا لما نرطب إدينا نحنا منعمل طبقة عازلة من الزيوت نعم فالزيوت هاي اللي ربنا خلقها بإيدينا هي بتحمينا من أنه الماء تفوت من بعد هيك الغبرة الأوساخ كل هذا الحكيم إذن الماء نحاول ننجنبها هلا الإيش اللي بحسه أنا مضر أكتر بس ما بعرف قديش صحيح هو المنظفات ونعرف هالكيمويات استنشاقها لحال ومشكلة فكيف إذا عم بتلامس إدينا فشو نوعية أو مدى خطورة هاي الكيمويات؟ زي ما تفضلت دانا المنظفات هي أصلا بتشتغل على أساس إنها تقيم الزيوت عن الطنجرة مثلا فحتى الصوابين هي بتشتغل بنفس هاي الصورة فنحنا لما ننقيم هاي الزيوت عن إدينا بنفس الوقت نحنا عم ننقيم من الزيوت الطبيعية اللي موجودة على إدينا فكل المنظفات كترها أو تكرار استخدامها رح يؤدي لهذه المشكلة فدائما الكفوف وإذا الواحد بدو يغسل إديه يحاول استعمل الصوابين اللي فيها كريمز يعني هي أكتر بيكون فيها زيوت أكتر عشان تحمل إدينا ويرطب دائما الشخص إديه بعد ما يغسل عشان يرجع يحافظ على هاي الطباقة اللي بتوطل إدينا مرات منشوف بالأسواق بعرفش أديش صحي إنه كيمويات مثلا صديقة لسرة البيت أو بيحكوا لك ما بتضر نوثخ بهذه النوع من المنظفات؟ ما منقدر نحكي ما بتضر بس فيه أكيد إشي أخف من إشي فيه إشياء كتير قوية على الوسخ وعلى الجلد وفيه إشياء أخف خصوصا لكلور يعني قديش هذا بيهري الإيدينا ومنشوفهم بستعملوها هيك طبعا نشميات يعني أنا رحكي عنهم إن بدون ما يشكوا هي بتحرق بالفعل بتنشف منحس على طول كيفيش جلد بنشف فأنتي طالما بتحسي هذا الجفاف معناتو أنتي بلشت تفقدي الطبقة هاي العزلة طب هذا دانا بتراكم بيكون صار يعني مرمتين؟ في عنا تقريبا نقدر نقسمهم لنوعين نقدر نقسم النوع اللي منسميه الأكيوت أو اللي بيكون شوي مبلول اللي هو إذا ست البيت تعرضت لكمية عالية مرة واحدة من الأسد ومن الألكلان بيصير في عنا فقاعات وبصير فيه بنز شوية سوائل من الإدين فقاعات واللون؟ هي فقاعات فيها مي مع حمار ومع وجع شديد هذا النوع النوع الثاني اللي هو الجاف أكتر اللي هو بسبب تكرار كميات قليلة بس على مدار سنوات على مدار سنوات وباستمرار هون بيكون في عنا جفاف أكتر بيكون في عنا تشطط وتشقق وحتى لون الجلد بيصير غامق شوي ففي هدول النوعين نحن أكتر طبعا منشوف النوع المزمن اللي هو فيه جفاف والمشكلة هاي بتزيد منلاقيها بالشتاء لأنه كمان مع المي الباردة مع الهوى البارد والجو البارد بتزيد المشكلة طب ايش الأحسن للإيديان؟ المي الباردة أو الساخنة ولا كله يعني؟ الفاترة دايما التوسط أحسن المي الباردة بتزيد من المشكلة ممكن مضرة أكتر يعني إذن أهم الأعراض إذا بدنا نحكي أنه بيكون فيه جفاف في عنا تشقق الحمار يعتبر من ضمن الأعراض؟ بالنوع الوات أكتر اللي هو الأول الحمار بيكون أكتر بس بالنوع المزمن ممكن حتى يقلب لسواد أو لغماء بالجلد طب إذا بدنا نحكي الوقاية ودائما يعني في ستات هاي اللي بيحكوا خلاص إذا يخربوا خلاص بس لا إحنا نحن نحكي أنه ممكن ما نوصل لمرحلة أنه يصير عنا مضاعفات يعني إحنا نفكر خلاص تشققات بحط كريمة وبتروح رح نحكي عن المضاعفات ولكن قبل البقاية أدي مهمة الوقاية يعني أهم إشي بصراحة لأنه مرات منوصل لمرحل ما بننا نحكي أنه إذا خربوا خلاص يعني دائما في أمل طبعا بس مرات منوصل لمرحل أنه حتى الأضافر بصير فيها تشوهات بصير فيها تعرجات يعني إذا ما صارت الوقاية رح تزيد المشكلة وكل ما زادت المشكلة رح نفوت بإشي أكتر مزمن فبيصير العلاج أطول ومن الممكن أنه يلتهبوا الإيدين بكل بساطة لما يصير فيه تشققات بيصير في عنا التهابات وبيصير في عنا أوجاع نفس الشي الأضافر بيالتهبوا بيصير في عنا التهاب حول الأطفر وهذا ممكن يشوه الأطفر والأطفر إذا تشوه لمرحلة بعيدة ممكن ما نقدر نجع نصلح مظهر طب هاي الالتهابات ايش بكون شكلها يعني إذا بدنا نشوف هيك مظاهر ممكن هلأ ست تحكي اه نعم بداية الالتهابات وما تكون عارفة يعني هاي الالتهابات ممكن انه تشعر انه بنزل مدة منها ممكن يكون في بس مجرد بداية حمار حوالين التشققات أوجاع طالما في وجع وهي قاعدة او وجع تشعر انه زي دقات القلب تشعر بأيديها هون ايش في الالتهاب فهي قليات عرض الالتهاب أهم أسليب الوقاية أنا اذا بدي أتكلم من عمدي تجيب كفوف ويكون على القليلة فيه كريم مرتب جنب الله مئة بالمئة وما عم بحكي شيء خرافي ما عم بحكي شيء مكلف ماديا ها دواجبك اتجاه نفسك يعني احنا بنعرف ستات البيت يعرفوا ايش يريحو حالهم نحكي لهم قعدوا تشتغلوش من ريحكم بس ما بحبوا يريحو حالهم فعالقليلة يعني حقهم على نفسهم انه يكون عندهم اقل اشيء يعني كفوف مئة بالمئة يعني هي عادة يعني كتير مرات ناس بقولك انا ما بعرف اشتغل في الكفوف هي عادة حتى الخضروات لما بدهم مثلا يقطعوهم في الكفوف البلاستيك ممكن استعملوهم خفيفين على اليدين ما بيكون خمال بيقولك ما بقدر اتحكم فيه الخفاف هدولة للخضرة او لتقطيع ال اما للجلي او لتنظيف الحمامات او اكيد هو اصلا صحي اكتر الهم انهم يلبسوا الكفوف الكريم المرتب طبعا مئة بالمئة دائما يكون جنب المجلة انا بقول لانه معظم الوقت هن على المجلة دائما يجا يرتبوا اديهم طب اذا واصلوا مرحلة ما بعرف اش بيكون تصنيفة طبي وممكن تمنع بعض السيدات انه ما تقربوا على ماي حاليا او ما تقربوا على منظفات بتوصل الى هذه المرحلة احيانا في امهات بيوصلوا مراحل انهم بيحمموا اولادهم بيتطروا من كتر الوجع انهم يحمموا اولادهم وهن لابسين كفوف الخضرة اللي نحن استعمل الخضرة عشان هم بيقدروا حتى تتلامس المي باديهم فنحنا ما بدنا نوصل هالمواصيل يعني هاي وظيفة مهمة اكيد وما بدنا نستغني عنها بس يعني كمان بدنا ندير بالنا خلي الرجال يقدروا قديش فيه تعب في حياتنا وبالفعل هي وظيفة كاملة ولا تقل اهمية وتعب وجهد عن باقي الوظائف العلاج اهم العلاجات المطروحة وهي كمان يعني كتير واردة يعني نحنا اذا بفوت عنا نص اكتر من نص المرضى بفوتوا على عيادة اللي عندهم مشكلة باديهم بتكون مشكلة وظيفية او اكزماست البيت علاجها اول اشي الابتعاد بصراحة يعني قبل ما نبلش نعالج لا خلاص ابتعاد لازم يلبسوا كفوف هاي اول علاج لانه من دونه نحنا يعني زي يعني زي اللي عمله شو بتعالج اذا انت لست تتعرض الى الماء يعني على الفاضي ادمن عالج من نرجع الوراء الشغل الثاني المرتبات اهم علاج المرتبات المرتبات بتكون طبية ولا عادي اللي موجود في البيت؟ يعني يفضل انه ما يكون فيها معطرات لانه بصير في عندهم قابلية اكتر للتحسس لبعض الاشياء من كتر ما فيه شقوقات فيكون اكتر طبي يحتوي على مواد اصلا موجودة على الجلد تمام واحيانا الدكتور بطر يلجأ لعلاجات موضعية او حتى عن طريق الفم يعني ممكن نلجأ للكورتيزونات ممكن نلجأ للمضادات الحيوية اذا سكتنا عليها احسن انه دائما يكون تدخل اول باول نقدان مثلا نطنش كما يقولون اذا شفنا حساسية اذا شفنا حمار ونحن نعالجه مش شرط نروح للطبيب صح؟ يعني هو يفضل المراجعة لانه هو الطبيب ولا هي تهيج تهيج نعفز عليهم سريعا اذا في وظائف تاني غير ست البيت ممكن يصابوا بهذا النوع من الاجزمة اه اكيد يعني غير الوظائف يعني في عنا طبعا الصالونات من الصبغة وغسيل الشعر وهيك بصير عندهم اجزمة ست البيت نفسها كمان في ناس انهم وسواس النظافة اللي طول الوقت بغسلوا بالصابون وطول الوقت بغسلوا بالمي وبحطوا مواد يعني معاقمة والكوهول الكحول بنشف الكحول برضه بهيك حالة نبتعد عنها مضبوط اكيد لانه اصلا الكحول بنشف فهي الوسواس الزايد انه مسكت هاي المنطقة لازم على طول اغسل هاي كمان بتسبب لنا هذا النوع من الاجزمة نصيحة اخيرة دكتورة ايش بتحب توجيه الاسبتات البيوت هايك اشي يوصل لهم ويخليهم عندي يقوموا هلا يجيبوا الكفوف قديدوا يكلف دينار دينارين اهم او احسن ما نقعد نشتري او ندخل بقصة الكورتزون والمضاعفات والعلاجات بدي اقولهم الله يخليكم ما من قد نستغني عنكم يعني هن بقلبولنا عدة البيت حلوة وبيجمع الناس بس بالاخر بس احساب ايديكم او مش احسابكم انتوا الاهم صح مية بالمية بدي اشكرك دكتورة دانا بدران استشارية ابراد جلدية ومن خلالك يعني بدي اشكرك عطار هذا الموضوع اللي ممكن نحكي انه بسيط ولكن الى مضاعفات وموجود بكل بيت وانتي قاعدة عم تحكي عم بتذكر قديش فيه كمية من الستات اللي عم جد لازم تتبوس ايديهم على قدمة بيعطوا على قدمة بيتعبوا وكنت اشوف بعيني ايديهم حمر ومتشائقين وما بيتوجعوا وما بيشكوا ولكن واجبكم اتجاه نفسكم انه يكون في زي ما منحكي وقايا واعلا شكرا لحضورك اشتركوا في القناة